سوف نحكي اليوم عن برنامج من مايكروسوفت هذا البرنامج اسمه مايكروسوفت بي سي مانيجر تقدروا عن طريقه تعملوا تنظيف للكمبيوتر بشكل كامل من ملفات مؤقتة تعملوا فحص من الفيروسات اذا في برامج ضارة فيه كتير ميزات حلوة وغير هيك مجاني ومن مايكروسوفت كمان تعالوا نشرح هذا البرنامج البرنامج مثل ما تلكم اسمه مايكروسوفت بي سي مانيجر مثل المشافين هون عنكم نشرح بسيط عن البرنامج خلينا نتبس هل اسكيب ونشوف البرنامج كلاته بشكل عام هاي واجهت البرنامج الاساسية خلينا نشوفه مع بعض هاي هي كاملة عنا مثل المشافين هون اذا بنعمله تنظيف للكمبيوتر هون عم يعطينا انه في الميموري المستهلكة الميموري يوزج ستة ستين بالمية عنا التيمبوريري فايز يلي هي ملفات مؤقته 3.3 جيجا بايت هلا هون عم يعطينا هون عم يعطينا لاستشيك صلنا زمان عملي فاحص الكمبيوتر بقى ما عطيني شي هون عم يعطينا اذا بنعمل ديب كلين أب اذا بننظف الكمبيوتر تنظيف عميق بننظف النايا تقريبا كما شايفين مستهلك هلا من الزاكرة من الاس اس دي عندي 303 جيجا بايت من أصل 476 جيجا بايت الوقت للتشغيل طبعا عم يعطينا هون عم يعطيني سرعة الاقلاع طبع الويندوز عندي سرعة الاقلاع عندي التسع سواني بيكون اقلع الكمبيوتر ومفاتح البرامج تمام هلا راح نروح اول شي على هاد الخيار يلي هو البوست هلا اذا قمسنا على البوست هلا يبلش يحزف الملفات الوقت المثلين كما شايفين كانوا 3.3 جيجا بايت حزفلنا هون دغري وعنه هلا الزاكرة صار 56-55 قبل شوية 660 تمام هلا اذا راحنا على الخيار اللي بعده يلي هو هيلث تشيك يلي هو الفصل حالة الكمبيوتر هلا هوم بلش يفحصنا حالة الكمبيوتر تمام هلا عم يشوف اذا فيه مثلا مشاكل عنها الويندوز ديفولت عنها الايتم تو كلين اوب يلي هي ملافات مؤقتة عنها الفيروس اذا فيه فيروسات كمان الكمبيوتر يفحص لنا يا شان يحزف لنا يا هون اذا فيه مثلا مشاكل بحماية النظام كمان عم يشوفها مشان يحزفها هلا هوم كلمو شايفين عم يعطينا انه عم يعطينا خيارات هلا شان نحدد انه شو الشغلات اللي فيه مثلا يلي هي انه برامج غير معروفة او غير موثوقة مثلا فينا هلا نحنا نحزفها من هون او فينا عملها فان ديسابل هي بالستارت اوب لما يقلع الكمبيوتر هدول البرامج بيقلعهم على الكمبيوتر بقى بدنا هدول البرامج تقلع من الكمبيوتر ولا بدنا نوقفهن تمام هنحنا هنضل هلا مثل ما هيك انا مشغل رح نوقف مثلا هاد البرنامج رح وقفه يعني ما بحتاجه لما يقلع الكمبيوتر رح وقف مثلا اوبرا براوزر رح وقف مثلا شوفي عنده مثلا هاد المبر في البي اكس اي بتاعنا خلينا نوقف وهده ممكن تحكم بالماوس منه عن طريق الموبايل اه خلينا نوقف عفوا نحن نوقف هدول الامور تمام رح نكمل سلا على الكمبيوتر تمام هلا بلج متل ما شايفين عطانا هلا حالة الكمبيوتر جيدة التمبوري فايل حزف لنا هون الريسنت فايل كمان حزف لنا اياها خلينا نفتح الكمبيوتر هلا هون نفتح المساعدات هون اذا رحنا هلا على الريسنت الريسنت حزفه تمام مو نطلعنا اياها لانه هو نضف لنا اياها هلا نرجع لبرا هلا هون مثل ما شايفين عطانا انه هلا حصلنا باي ساعة باي يوم هلا رح نروح على البرنامج مثل ما شايفين هدول البرامج كلياتهم هدول البرامج حالية مفتوحة تمام بكبسة زر واحدة فينا نعمل له اغلاق للبرنامج اللي ما بدنا يعمل البرنامج مثلا اي برنامج ما تكون يا هلا فات مفتوح مثلا هلا التيمز انا ما اريد فاته حلا هدا التيمز عم بيعمل update كمان التيمز نقبس على end وقفلنا البرنامج تمام شايف ما يستهلك من الذاكرة شايف ما يستهلك من الرام خليها الارزال رجعنا الورا شايفين صور 49% خلينا نرجع هلين وقف process تاني تعالوا خلينا نوقف مثلا هاي وقفنا هلا لازم تنزل هلا كمان كل ما عم مننزل كل ما عم تخفل الذاكرة اكتر عم يخف التقل عليها ها مسلا كمان خلينا نوقف هلا كل ما بدنا نخفف هلا هون لسا هدول هاي ما كانوا مؤسسين عن الذاكرة بس متل مو شايفين هلا كان عنا هون 57 تطبيق هلا ساوة 57 حسنا في برامج عم يرجع يفتحها هلا من هون بنادر راقب بمعناته شو في برامج عم تمفتح كبان عنا بدون ما نكون نحنا نعرف تمام بقى هون شو في برامج عم تفتح عندكم انتو مسلا شاكين في برامج مراقبة او برامج تانية مسلا في كون ترقبوا من هون عنا هلا هون قائمة مثل ما شايفين مفتحة بيعطينا هلا هون الملفات او المجلدات يلي موجود فيها المسلا عنا هون تبع الويندوز والتنزل بنزلهم بهذا المجلد هلا ازقبسنا على الديتيلز بيازهرنا كل شي مجلدات نازل فيها الابديت هلا ازقبسنا هون على هاد المجلد واحدة بيازلت القوي ايفوني متلو شايفين هون طلعنا الملفات اللي نزله خلال الابديت للاخير حسب كل برنامج متلو شايفين حسب كل برنامج حسب كل وين موجود الفولدر بيطلعنا اليوم بستكبس عليه هون بياخدكم عن المجلد بحال ما نزل هاد البرنامج او هاي التحديث هلا ازقبسنا عليها هلا هون عم يعطينا شو البرامج يلي عم بطقنا للستارت اوب او الاقلاع تبع الويندوز تمام هلا هون ازا اخترنا هون مسلا فيه برنامج مسلا ما ابنى احنا احنا اه ما وعف هاد برنامج بدي يفحص ولا شوية تاني نشوف اشو هوا يلا فينا نوقف من هون خلينا نشوف مسلا هاد ما بديه مسلا اه شوفي عنا الابسون كمان ما بديه كمان هاد ما بديه شوفي كمان عنا برامج تاني طبعا هاد ما بديهم انا هلا ازا رجعنا الورا هلا بالاقلاع اللي التاني بيعطينا هو قديش صارت عنه السرعة طبعا هلا ازا عملنا اعادة تشغيل بتحصلنا اياها بس ما بيعطينا حتى ان بيعطينا السرعة النظامية بعد اعادة التشغيل هلا ما بيعطينا اياها هلا انو نحن نسما عمل اعادة تشغيل هلا ازا فتنا على على الحماية هون نقدر نعمل عندكم اول شي الويندوز ابديت يلي هي ازا في ابدات نازلة نعمل ابدات عندكم اه فورا عين بتحددوا الخشغيلات كن ياها من هون بتقدروا تعملوا على الابديت ولحاله بيعمل الابديت بيكمل من هون الابديت يعني لما تدخلوا هون على القائمة هاي وتروح على الاعدادات بعدين تروح على الويندوز ابدات متلو شوفي ان دوهن ليكون نازلين هون عندي تمام وحتى هدول مسلا اللي ما نازلين بالابديت كمان ليكون هون متل مشارفين ليكون تعضعين عنا هدول هن نفسهم ليكون هدول هون تمام هلا هون ازا كبسنا على الابديت بيبلش هلا يعملوا الابديت كمان هلا ازا فيها مشكلة لحاله هلا بدنا نرجع ننزلها من الويندوز ابديت او لحاله بيناعملها تنزيب اول وجديد لان تركو هلا هون عنا البروزر فينا نعمل حماية للبراوزر اللي عنا في نعمله نختار شو هو مسلا نختار شو هو البراوزر بنعمله حماية نحن نوقفها هلا هاي عنا هون مسلا تاسك تاسك بار ريبير ازا فيه مشاكل مسلا تاسك بار اللي هو هاد هاد اللي شعفينه هون هاد هو فينا من هول مسلا ازا فيه مشاكل نعمله انه اصلاح هلا نرجع على في عنا ريستور ديفولت اه ديفولت اوبس مسلا ازا ازا بدنا نختار مسلا ازا بدي اف ريدر مسلا فينا نختار هلا هون مشايفين مختار الادوب اكروبات ازا بدنا نختار الاج يلي هون متصفح الاج فينا نختار وحاله بنقله عليه تمام فينا كبس على وبيغيرنا مثلا بيفتح لهون محطوط الافيس فيها من هون نحن نختار غير هلا هون مثلا الويب بيج مثلا اه انه مواقع الانترنت محطوط انه المايكروسوفت ايج هلا من هون فينا نختار من هون فينا نروح لهون ونختار كل برنامج شوفه المسؤول عنه تمام وفينا اه منختار من هون كمان هدول الشغل الاساسية هلا نرجع لبرا عنا هلا البوبوب منجمنت هلا فينا نعمل اه مسلا ازا فيه مسلا الشغلات تطلع لنا بشكل منبسط فيها من هون نلغيها طبعا مسلا هاي الوين رار فيها دول برامج فيها نعمله من هون خلص ما عد يطلع لنا بالمرة هلا ازا بنا نفحص الكمبيوتر بالنفيروسات كمان نقبس هون على سكان وبيبلش يفحص لنا الكمبيوتر طبعنا كمان هون بلش يفحص لنا البرامج يفحص لنا البرامج بالتشغل الخلفية البرامج الشغالة الدرايفر التعريفات تبعات الكمبيوتر كمان نفس الشي هلا هون بس ليخلص بيعطينا النتيجة وهلا مثل المشافين عملنا فحص لتلاتة وسبعين الف ومية وإداعشر ملاف وكلياتهم الحمدله ما فيهم اي مشكلة واي غلط هلا بنكبس على ضن ومنرجع الوراء خلصنا من هاي القائمة هلا مروح على استوراج هلا هون بنقدر نعمل كبان ديب كلين اب متل مشافين بتكبسوا عليها بروسيسينج وبيعملكون كلين اب يلي هي موجودة هون بالاصل بالهوم هو متل اختصار موجودة هنيك هلا رزعنا للستوراج هون عنا هون الملفات المنزلة هلا هون عم يعمل لها فحص للملفات اللي نحنا بنزلينا من مواقع من مجلد داونلود بشكل عام كل شي هدو ملفات فيها من هون من حدد اللي بدنا ياه فيها نحدد مثلا الصور فقط فيها نحدد ملفات البي دي اف الورد الاكسل فيها نحدده من هون فيها نحدد مثلا الملفات المضغوطة الفيديو الاوديو الاشي اللي بتحدده او بتحدده الكل يطلع لكل هون فينا نحدد الفيديو مسلا من هون ونحدد الشغلات اللي ما بدنا ياهون وبكبسة زر نحزفهم كل ياتون تمام فينا هلا نسكره فينا من هون هاد الخيار طبعا فيها نحدد باي سواقة بدنا ياه ونكبس عليه بيطلع لها كل شي ملفات كبيرة مثلا بالسواق السي تمام طلعنا هلا هون مسلا ملفات هدول خمسة فاصة خمسة جيجا بايت اربعة فاصة خمسة جيجا بايت كل شي ملفات كبيرة طلعنا ياهة تمام هيك حتى نشوف الاخر الاخر ملف هلا فينا نحدد كمان مثل ما هون كمان الفيديوز فينا نحدد الاوديو اه في حدد البيكتشرز الشي اللي بتكون ياهة بتحددوه هلا ازا كبسنا على ال كمان بيطلعوا الكل عندنا الكل شي ملفات مكررة كمان فيها من هون نحدد باول ديسك او بنحدد مسلا بالسي او بالديم السواقة اللي بدنا ياها بيطلع لنا ياها كم بتكفسوا عليها تطلع لكم هلا كل شي ملفات مكررة بالسواق ادي تمام نحنا ميل cancel ومن هون كما بتجردوا صور او شي اللي بتكون ياهة هلا هون ازا كبسنا على storage هون كمان بيطلع لكم اذا فيها مشاكل بيخدكم عن قائمة الاعدادات تبعا الزاكرة تبعا ال ssd اذا فيها مشاكل او لا اه من هون بتشوفوا مثلا الخيارات اللي بتكون ياها هلا هون نخلصنا مع هيا القائمة نرجع على الapps هون نفسه هدو القائم اه يلي طلعوا لنا هون بالبداية تمام فيكم نشوفوه كمان هون تتأكدوا لنا عنا التول بوكس يلي هو مسلا screenshot مثلا فينك بس على screenshot بياخذنا فرع على خيار screenshot فينا مسلا عنا screenshot folder تمام بياخذنا الهون انه الملف محل مغاز خزلنا الصور وعا screenshot عنا record مشان نفتح اه ملف انه شان ينبلج تسجيل عنا ال caption مشان ي اظهرنا خلينا نكتب هون بننزلها اول شي بيطلع لنا الحكي اللي عم بيظهر على ال pc على الكمبيوتر بشكل عام اذا مشغلين شي بيطلع لنا ال caption عنا notepad فرعا نكبس عليه بيفتح ال notepad عنا خيار عالي الحاسبة من هون فرعا بيفتح لنا اياها عنكن خيار مسلا التحويل العملات فهو كان بياخذكم لهون كمان ولسه في شغلات تانية في عنكن فيكم نضيفوا روابط بتكبسوا على روابط مسلا مثل بتكبسوا عليها بياخذكم على اه بيدور على هذا الموقع بيروح لهون فيكم نضيفوا الرابط لبتكن يعني مسلا فيكم نضيفوا اه خلينا اقول وجيه دوت كوم ونكبس اد هون مسلا ازا كبسنا على وجيهو دوت كوم شوفوا حتى حط لي الصورة ضغري مباشرة طلعوا هاي كبسنا على وجيهو دوت كوم اخذنا على موقع على الموقع تبعي وجيهو وجيه الخيمي كم شايفين خانا سننزل هون فيكم نضيفوا الروابط لبتكن يا هون هون عنكن هاي مسلا بشوف ازا في مشاكل كمان حتى بالبرنامج فينا اختار من هون كمان فينا اختار اه بدنا هاد البرنامج يشتغل كمان مع الويندوز وقت يشتغل ولا لا في عنا مسلا شو في عنا شغلات سمارت بوس بدنا نشغل مسلا هاد كمان لحاله ويسرع لنا الكمبيوتر بدنا يا انه هو كمان يسعب شغلات لحاله ولا لا يعني عموما هي كانت اللمحة عن البرنامج خلي احفرجيكم من وين تقدوا تنزلوا هاد البرنامج تنزلوا خسرة من موقع مايكروسوفت لا تنزلوا من موقع تانية خلنا نروح نشوف موقع تاني مسلا تبع مايكروسوفت نتوب بي سي مانيجر هاي كتبنا بي سي مانيجر متل ما شايفين لك هاي الصورة تبعو بتكبسوا عليها هاد الموقع الاساس تبعو بي سي مانيجر Haw Microsoft output كوم بتنزلوا هاد TF مatas بتنزلوا هاد المتجر عن الموقع تبعو وبتنزلوا من هاد الموقع بس تروحوا عليه بتكبسوا عليه بي طلع لكم هلidal زر يف assistant فت يفتح عنكم المتجر نفسه اللي موجود هون تحت فيكم تدخلوا انتم على المتجر بشكل مباشر وتنزلوه او تدخلوا مثل ما شفتو على الموقع هذا هو الموقع تدخلوا عليه وبتنزلوه بشكل مباشر هلا هو بما انو انا نازل عندي بالاصل بقى ما راح يعطيني انو في داعي لحتى نزله هذا هو البرنامج بشكل عام اتمنى تكونوا استفدتم من هذا البرنامج بشوفكم فيديوهات جاي اذا عندكم اي سواء اكتبوه تحت بالتعليقات كما معكم وجهي الخيامي يطل السلام